مصدر داخل النادي الاهلي قال لنا في رقم 10 ان بكرة يكون في جلسة مع السويسري مارس الكولر والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة والكابتن سالب حفيز مدير الكرة عشان ينقشوا عدد كبير من الملفات اولها طبعا لقاحة ببطولة افريقيا الجديدة اللي قام الكابتن محمود الخطيب والكابتن سالب حفيز باعدادها وهيتم عرض اللقاحة على مارس الكولر اللقاحة فيها تعديلات تحديدا فيما يخص المكافئات عشان يحفز اللعيبة اكتر على الفوز بالبطولة كمان هيتم منقشة ملف محمود كهربا وموقفه مع الفريق طبعا يتعرفين كسة محمود كهربا والغرامة وهيتم منقشة ايضا اللعبين اللي هتنتقى عقدهم بنهاية الموسم حسين الشحات ورامر ربيعة وياسر ابراهيم وهيتم ايضا منقشة ملفات التعاقدات الجديدة وتحديد عدد اللعبين اللي هيتم التعاقد معهم في يناير القادم ان شاء الله دي الملفات اللي هتبقى او الاجتماع اللي هيبقى بين مارس الكولر والكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيز اشتركوا في القناة